كريستيانو رونالدو الدون أفضل لاعب في العالم لخمس مرات الهدف الأفضل على مستوى المنتخبات ودور أبطال أوروبا تقدم في العمر ليبلغ السابعة والثلاثين ولكنه كلما كبر كلما لمعت موهبته 18 هدفا مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي الأعلى بين لاعبي الفريق ولكنه منذ بداية الموسم بات ضيفا مألوفا على مقاعد البودلاء فهل ول زمن رونالدو وبات ضيفا دائما على دكة البودلاء المباراة الأخيرة ليونايتد جمعته مع الثالث في ترتيب الدور الإنجليزي الممتاز نادي توتنم بدأ الشوط الأول متكافئا إلى حد كبير وانتهى بالتعادل السلبي لكن مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة السابعة والأربعين تحولت الدفة لصالح الشياطين الحمر فتسديدة للمهاجم فريد ارتطمت بساق أحد المدافعين وانتهت في شباك حارس المرمى لوريس هدف يونايتد الثاني أتى بعد ذلك بعشرين دقيقة من تسديدة رائعة لبرونو فرناندس لتنتهي المباراة لصالح يونايتد بهدفين نظيفين طبعا كثير منكم يتساءل أين رونالدو؟ ها هو على دكة البودلاء المدرب تينهاج قام بثلاث تبديلات لم يكن رونالدو من بينهم رغم الأداء القوي ليونايتد والفوز المستحق إلا أن ما شغل الجميع لم يحدث داخل المستطيل الأخضر وإنما على دكة الاحتياط ففي الدقيقة التاسعة والثمانين ودون إذن المدرب وقف رونالدو وغادر الملعب مستاء على ما يبدو من عدم اختياره للمشاركة الأمر طبعا أثار ضجة واسعة وعند سؤاله قال المدرب تينهاج إنه رأى رونالدو يغادر لكنه لم يتحدث إليه لنستمع سنتعامل مع ذلك غدا أريد أن أركز على الفريق لقد كان أداءا رائعا أعتقد أن ما رأيناه اليوم كان 11 لاعبا يدافع وأحد عشر لاعبا يهاجم وكان هناك الكثير من الديناميكية وأنا سعيد بذلك لكنني لن أقول إنني راض تماما لأن الجيد ليس جيدا بما يكفي يجب أن يكون هذا هو المعيار هنا في يونايتد ردود الأفعال كانت كثيرة ومتبينة على منصات التواصل هذه عينة منها محمد المطني يقول أو المطني يقول ما يقوم به تينهاج إساءة لرونالدو لا نطلب منه أن يلعب به أساسي بس إهانته بهذا الشكل وراشفورد قاعد يلعب ويضيع بهذه الطريقة أما علي يقول مستوى مانشستر يونايتد أمس بدون كريستيانو رونالدو كان خرافي مسيطرين على المباراة طوال 90 دقيقة تينهاج يرى أنه لا يحتاج كريستيانو في المباراة يحترم قرار المدرب سواء كان كريستيانو أو غيره في الأخير مصلحة الفريق أهم طبعا مشاهدين هذه ليست المرة الأولى التي تظهر على الدون علامات الاستياء أو حتى الامتعاض فكان ذلك واضحا للغاية عندما تم استبداله في مباراة مان يونايتد ونيو كاسل الأحد الماضي قبل انتهاء المباراة بنحو 20 دقيقة لكن إلى أي مدى تراجع أداء رونالدو بالفعل هذا الموسم دعونا نلقي نظرة على الأرقام لعب رونالدو ثماني مباريات من أصلي عشرة مع يونايتد في البريمير ليج هذا الموسم لكنه لم يكن في التشكيل الأساسي سوى في مبارتين أي أنه كان على دكة البودلاء 75% من الوقت أثناء هذه المباريات لعب رونالدو لنحو 340 دقيقة فقط هذا يعادل تقريبا شوطا واحدا في كل مباراة طيب وماذا عن الأهداف؟ لم يسجل كريستيانو سوى هدفا واحدا هذا الموسم لا تنسوا أن الموسم الماضي كان الهداف الأولى للفريق رغم تصريحات مدرب من يونايتد أنه لا يوجد خلاف بينه وبين رونالدو وأن النادي بحاجة إليه إلا أن كثيرون يرون أن أيام الدون مع الشياطين الحمر باتت معدودة من بينهم المعلق الرياضي أيمن جادة الذي كذب على فيسبوك رونالدو يغادر قبل صافرة النهاية صورة بألف كلمة بقي عليه الصبر شهرا حتى كأس العالم بعدها بقليل يحين موعد المركاتو الشتوي وأرفق هذه التغريدة بصورة لرونالدو وهو يغادر كما ترون هنا شكرا